طبعا سياسيا هو مهرج هذا اللي يحصل في العراق هو من قبل المراقبين هو مهرج لواشنطن ولكل المنطقة لأن العراق قد يتحول إلى منصة تهديد مثلما تحول أيام داعش وبالتالي لا بد من تصدي وإيقاف لهذه العملية ولكن المرحلة معقدة الآن وكما تفضلت هناك ملفات شائكة إيران مرة تريد أن تقول أن العراق تحت اليد والعراق خاضع ومدجن بمعنى ومرة العالم ينظر إلى أنه ليس وقت تصعيد حول العراق لأن العراق صعب إنقاذه ليس مثل حالة الخليج أو إسرائيل هذه الرساعد كلها عبر الزمن سوف يتحول العراق إلى ملف مهرج للجميع بدون أي شك لذلك لابد أنه إعلاميا في الداخل الأمريكي سيتعرضون إلى انتقادات كبيرة وبالتالي عليهم أن يبدون قلقهم وتفاعلهم ومراقبتهم إلى المشهد وإلى حد ما إذا تحول العراق وانفلث الوضع في بغداد وهو وارث جدا إذا ما حصل هذا فالعالم يجب مؤكدا سوف يقف مكتوف الأيدي وفي وقت إن لم يتكن هناك تدخل عسكري فلا بد من تدخل سياسي أو تدخل دبلوماسي أو تدخل حتى اقتصادي مثل ما حصل ضد الحوثيين على سبيل المثال عندما تمردوا وخطفوا الشرعية في اليمن ترجمة نانسي قنقر